موسيقى السلام عليكم علوان الحلقة اليوم هو الإلهام المستدام شو نقصد بالإلهام المستدام شوفوا بشكل عام احنا يوم نسوي شي شو ما كان اللي قاعد نسوي نتعب او يأتينا الضجر الملل مش معناه اني بس ما عند شي يسوي لان احيانا يوم ما عندي شي يسوي قد يكون مصدر الهام من يسوي اشياء اذا كنت تأمن لكن في الكلل حتى التعب من يسوي هذا اللي اطري يوم نقول نحتاج الهام مستدام لان الانسان يتعب لكل بني آدم ترى فاذا كيف احنا نقدر نخلي في عندنا اشياء تخلينا نتحرك باستمرار فيما احنا نريد ان ننجزه احد الاسباب طبعا نتكون اننا ما نحس ان هذا الموضوع يالس عجبنا ويوم بنخلصها بنرتاح خير هاي الفكرة احنا باشاء تنشط حيويتنا في الموضوع اهني نقدر مرة ثانية نقول شي وائد مهم الشخصيات على حسب كارل يونج و برجز مايرز اللي هي عالمتين في علواء النفس اللي هي الام والبنت حطوا 16 نوع للشخصية سموه ان بي تي اي برسانتي تايب انماط الشخصية تحت الام بي تي اي يعني ان هناك 16 نوع من الشخصية يوم بنسوي هذا الاستبيان يعطينا في نهاية اربع حروف لكل حرف معنى و دلالة ان بي تي اي انماط الشخصية في الان بي تي اي هذا ايضا يذكرنا بشي انه مب كل شخص الهامة يناسب الشخص الثاني فكيف بنعرف احد الاشياء اللي تسهل عليك التعرف عن نفسك بشكل عام او بشكل خاص في اي شيء انت تسويه هو التجربة والخطأ هو التجربة والخطأ الخطأ شي حلو هذا مبفشل هذا فقط خطأ فلما هل يناسبك احطي نوع من النواع المؤثرات الصوتية لما اشتغل هل هاي المؤثرات اتهديني لان انا اكون مش تطوى اشتغل فا اتنرفز فبقى اي شيء من المؤثرات اللي يهديني هل هو استراحات للتأمل لان لما انا اتأمل انا اراجع نفسي هل الالهام المستدام اني اكون مع الصحبة في نفس المجال وهذا ما يقوم به الكثير من الكاتبين للروايات مثال رواية يسمونها فرانكنشتاين رواية فرانكنشتاين اللي الفتها كانت بنت صغيرة هاك اليام كان عمرها 16 و 17 كانت زوجة احد الكتاب المشهورين وكان في اجتماع مع لورد بايرن لورد بايرن هو احد الشعار المعروفين البريطاليين تم نفيه الى سويس صاحبة الرواية اصلا كانت زوجة احد الضيوف في هالمجال وكان عندهم منافسة كيف انطلع قصص فيها الليلة اللي فيها مطر وراعت كل واحد منهم طلع وطلعت رواية وانتشرت احتها رواية دراكولا هي حسد انه هي ما رامد ذاك الوقت لكن جلستها معاهم ودائما صحبة زوجها مع المثقفين زاد الهامها وثراءها الفكري فصار هذا مثل تغذية مستدامة فطلعت برواية فرانكشتاني هي التي تعتبر احد اعمدة الادب اللي هو التخويفي ادب الرعب الغربي الالهام المستدام يكون احده احيانا الناس اللي انا معاهم وكثير من الكتب اللي فيها قصص البوليسية او روايات الاجرام دائما يلسون مع بعض ويناقش قصته ويقول انا واصل لشي يسمونه الرايترز بلوك اللي هو انعدام الالهام مبرايم اطلع حبكة او اطور الحبكة فيناقشها معاهم اهني الهام مستدام مبلا انهم بس عطوا حل هم يناقشون معاه لكن يطلع الحل بنفسه لكن لانه جالس مع ناس في نفس مجاله هذا الهام مستدام هذا احد الطرق اللي تناسبك تنتج ان تكون في نفس المجال اللي حولك فيه احيانا الهام كي من باب الغبطة انه فلان سوى وانا بساوي مثله واتمنى للخير و احيانا يكون حسد بمعنى عنده وانا متحسر انه ما عندي فيكون عندي غضب داخلي انه ابا سوي فالغضب يكون دافع ما ضريت حد وعلى فكرة الغضب الداخلي احد الاشياء المحفزة انك تنجز او انك تبدع او انك تبني و الدليل على ذلك ان كثير من الخطابات اللي نسمعها خاصة في موقع التواصل الاجتماعي ان قالوا اني ما اقدر قالوا اني ما رو ما سوي عقب انا اثبتت منهم على خطأ وانجزت السباق او اثبت انهم على خطأ وانجزت المشروع اللي قالوا ما تقدر تسوي هو انجاز نعم وهذا علامات النجاح عنده كانت ان يثبت الناس على خطأ وايضا كافي يحس انتقام مبناي على غضب داخلي الغضب الداخلي الدافع ناهيك احنا عن هل النية هاي سليمة ولا لا هذا مش موضوعنا اليوم موضوعنا ايجاد الهام دائم اذا كان في غضب داخلي هذا تأثيره سلبي لان الوصيء كانت لا تغضب لا تغضب لا تغضب اذا نبقى نحطي شيء ايجابي في التأثير مش مثالي في المعنى والفهم فالالهام يجب ان يكون بشيء ايجابي معنا ان يكون مع ناس مصاحبين في نفس المجال او ما يساعدني في ان يريح بالي لان عندنا في المخ مثل ما قال جوردن بيترسون واحد اعلام علم النفس اللي كلينيكي انه يسمونه بما معنى التفكير اللي يساعدك في التفريغ العقلي التفكير اللي يساعدك في التفريغ العقلي يعني تسوي عمل روتيني لكن لان روتيني مخك لا ينشغل فيه مخك يستوي طيار آلي في هالعملية ويصرح في تفكيره والغالب يصرح في تفكيره يصل الى ما يريد هذا يفعل مكانين في المخ في النص و مرة تحت الفص الامامي يسمونه دي ام ان ديفولت مود نتورك الدي ام ان يتفعل لما احنا نسوي اشياء روتينية فيصل لمرحلة شبه تأملية ويرتاح فيها بل وينتقل الى التفكير في اشياء كانت شغلتنا يوم يسوي تي المخ ينتقل الاشياء تساعد في خلق حلول للمعضلة اللي يواجهها اذا هاي احد الالهام المستدام ما باللهام المستدام بقول لكم والله خل معاك موسيقى تريح بالك ما بقول لك والله خلك دائما تروح المتاحف او والله خلك تمارس رواية تفريغ عاطف انك تكتبه او تمارس روايتك احنا نبقى نقول لكم كلام علمي واقعي مو بس كلام نسمعه في السوشال ميديا او نسمعه في المقالات نبقى شيء مبنائي على اسس علمية فليهذا الالهام المستدام يصير لما تسوي مناسب لشخصيتك قد يكون مناسب لك انك انت ترمخ يكون على طيار آلي لما تسوق مسافات طويلة قد يكون لان فيك ذكاء طبيعي عالي احدى نواع الذكاء في الانسان الذكاء طبيعي لما تكون في الطبيعة قد يكون اذا كنت يارس في مكان شاهق شوف هذا اللي يخليك ترتاح لان الراحة وايد مهمة الراحة وايد مهمة لان العقل يبقى يفكر بدون ضغوط العقل يبدع لما فيه ضغوط عسبتشي ليلة الامتحان ما شاء الله نحفظ بسرعة لكن ايضا ننزع بسرعة لكن نحفظ بسرعة الضغوط هي لكن تمت الضغوط دائما موجودة جسمك يولد الحذر حالة الحذر دائما هاي حالة الحذر هاي هي اللي احنا ما نبقى هلان هاي مضرة لان هي تستهلك طاقتك بسرعة عسبتشي تلقى اللي يقول والله شوى بسرعة لانه هم وايد او جاله فكر كما يقولون في ثقافة المصرية عند الصعيد جاله فكر وهي مبنائي على قصة قديمة ان الهد هد هي أسطورة ان سليمان اراد ان يعاقب الهدد فقال راح عاقبك بشيء راح يجعل عضلاتك تذبل و راح يجعل ريشك يتساقط و راح يجعلك لا تصيع الطيران فبقى الهدد يفكر ايش هذا الشيء ايش هذا الشيء ايش هذا الشيء فصار في قلق دائم فلما سأل قال هذا اللي انت فيه اصله جالك فكر اذا اذا كان شغلك والهامك يولد لك قلق دائم اذا هذا الاسلوب في الضغط لوصول للنتيجة قد لا يكون مناسب لك لانك يأثر سلبيا جسديا و عقليا عليك فالهام المستدام هو ما هو يجعلك اكثر استقرار نعم لازم فيه اضطراب لازم فيه تجربة شعورية مر فيها الفنان هذا طبيعي وهذا ضروري لان في النهاية ما نقوم به من اعمال هي فعلا ترجمة لما جربناه سواء كان انتاج علمي لان الحاجة هي ام الاختراع او كان عمل فني لان هي ترجمة لأفكار احنا خجلنا ان نلفظها فترجمناها باشكال اخرى املا ان يتقبل الناس ما خجلنا ان نلفظه لكن تشجعنا ان نقوم بصناعته ممكن هناك جمالية في عالم الفن التشكيلي غير الجماليات الاخرى لكن هنا الالهام المستدام بما يتناسب مع شخصيتك وايضا يحافظ عليك عسبشي ذكرنا الامثلة العلمية ساكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة